السلام عليكم تنتم دائما لقاكم انتم في احسن الاحوال تحت طلب ديال بزاف ديال الاخوات حضرت معاكم بصطيلة حلوة بلا كريم باتي سير في الفرن او مسمنا حلوة او مورقة سميوها كيف بغيتو لكن نتيجة هائلة بنسبة الورقة فغدين اعتمدوا كذلك او ايضا غدين حضروها بنفس المكونات اللي حضرنا بها بصطيلة مالحة في بداية ديال القناة وحضرنا بها عدة مملحات تجي رائعة اعتمدتوها وعجباتكم بزاف وهي ان شاء الله باش غادي نحضرو الوصفة وغادي تعجبكم بزاف لكن توضعوا القناة الاول مرة اشتركوا مرحبا بكم فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وتبعوا الفيديو الاخر لان جميع النصائح غادي تلقاوهم ان شاء الله نخليكم على بركة الله مع المقادير والطريقة غادي نبدو بتحضير الكريم باتي سير ناجح على الاطلاق نصف لتر ديال الحليب اللي غادي نحتاجو 100 جرام ديال السكار 4 أصفر بيض معلقة ديال الزبدة كبيرة الطريقة ديال العبار اي 20 جرام وجوصة شية ديال الفانيليا ممكن تديروا الفانيليا السائلة او اللي توفر عندكم غادي نحتاجو كذلك 60 جرام ديال النشا 1-4 معالق كبار اللي مملو انش بزاف او 3 معالق كبار اللي في كل حجم ديالهم كبير اللي عامرين مزيان هي 60 جرام ديال النشا ممكن تملانجيو او تخلطوما بين كريم باتي سير و النشا لكن مدلوش غير كريم باتي سير بوحدو لانه اصلا احنا غادي نحضره الكريم باتي سير بطريقة الاصلية دياله لانتمنى الفكرة تكون واضحة هنا اخدت 4 أصفر بيض بالنسبة لأبيض ممكن تحضروا به المورا نقليكين في القناة ترجعو لانشاء الله الفيديو نسبة الطريقة تنحضر بها هاد الكريم هو تناخد نصف الكيمياء ديال السكار مع ساشي ديال الفانيليا تنديره في الحليب تنحر لكم زيان تنديره فوق النار مع التحريك حتى تيغلع رجعت لأصفر البيض غادي نضيف لي ساشي ديال الفانيليا اللي بقى ونصف الكيمياء ديال السكار اللي بقات ونشاء لتنخلطهم زيان اما بالطراب يدوي او الكهربائي المواهمة نحصل على واحد الخاليط الكريمي بحال هاد شكل هكده باش نحصل على الكريم باتي سير بطريقة الاصلية دياله شفتوا الحليب غلاء اي فاض غادي ناخد واحد الكيمياء منه هو غليان وغادي نضيفها على اصفر البيض اللي خلط مع انشاء وغادي نطرب حتى تنمهدودك اصفر البيض لاستقبال الحرارة باش متي تكللش عاد تنضيف الخاليط كله في الكسر وناع الحليب الغلية اللي بقى لينه هو سخون تنحركوا جيدا هالطريقة تتخلي اصفر البيض تيطيب وتيتتعقم جيدا تنحركوا مزيان تنحطوا فوق الناعنار تكون مهيلة تنأكد مهيلة جدا مع التحريك المستمر ضغياتي يعقاد غير تشوفوا في بحال فوقعات كبار وانتو باتتحركوا باستمرار صافي غادي تطفيوا النار وغادي تحطوه عفوا غادي تضيفوا ليه معلقة ديال الزبدة اي 20 جرام وغادي نحركوه مزيان وغادي نحطوه في واحد طبصيل او اي اناء يكون شوي كبير غادي نغطوه بلاستيك غذائل تيلمس لوجه تياله مباشرة باش ما تكونش في قشرة ومكين كذلك تدونوا واحد طريف ديال الزبدة من الفوق تتمنع تكون القشرة كذلك وتنحطوه في حارة المطبخ حتى تيبرد شوية عادي ندخلوه لتلاجة يبرد مزيان في هاد الوقت هاد نحضر معاكم العاجين 400 جرام ديال الضقيق ساشي ديال الفانيليا معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة وجوج معلقة كبار استعملت هاد الملاعق الكبيرة ديال زيت المائضة او زيت الطبخ معلقة كبيرة غير مملوقة ديال السكر نصف ملعقة ديال الملح او حسب الضوق وتقربن واحد لمائتين وخمسين جرام ديال الماء واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة اي مطرية او نباتية منسبة للزبدة فولفت تنضيفها في العاجين لابدتوا تصغنوا عليها ممكن لكن غير ولفت اعتدتكم الطريقة لتندير تماما جميع المكونات غد نضيفهم في الدقيق عندي 400 جرام ديال الدقيق مايعدل 4 كوؤوس بقياس كاس لعنبا كل كاس يبقى فيه سانتيم هي 100 جرام للكاس معلقة صغيرة رفق هات ديال الخميرة ديال حلوة واحد لمعلقة صغيرة ديال الخل الى توفر وغادي نعجن بالماء ما تيكونش بارد تيكون دافي اما يلا كان سخون فروبيني عادي او ضروري ما تندفيش شوي على قبل دقيق دغيات يطوع معايا فدليك مثلا يعجبنيش نعجن بالماء اللي يكون بارد تقريبا واحد 250 ميليليتر اللي دخلت فهذا العجين وتيبقى حسب نوعية ديال الدقيق كيف ولفتوه معايا ما غاديش نتعدبوه ندلكوه العجين بزاف غير جمعت العجين بزيان وغادي ندتيها وهكذا بهذا شكل في طاولة ديال العامل واحد تقريبا واحد دقيقة او اقل من بعد غادي ناخد واحد البلاستيك فش نديرو الخضرة في اللاجة او ديال المجنبيت المهم استعمال ديال المطبخ غادي ندهنوه بزيت الطبخ اي زيت المائضة وغادي ندهن كذلك العجين وغادي نخليها مدة ساعتين فتتكون نتيجة رائعة واقل حاجة إلا كنتو هكذا زربانين خليوها واحد ساعة وتتكون نتيجة زوينة المهم خليوها ساعة او اكتر هنا اخديت معلقة ديال الزبدة الطرية ديال العبار اي لتتكون بنينة وخلطة عفوا مع الزبدة النباتية ممكن تديرو غير نباتية او تديرو الطرية بوحدها او تخلطو اللي بغيتو تندوبهم حتى سيوليو على شكل زبدة نوازيتش شوية المهم تتحيد نوم ذاك الحليب بالكامل هنا غادي ناخد واحد كيميا ديال كوكا واللي تقسمت معاكم بطريقة بشا نزول القشرة بكل سهولة بلما تنرون الدنيا كيف تنقولو ممكن تفيدكم هادا فكرة قدرتها معاكم في فيديو سابق الى عقلته هنا الكوكا ومطحون وقشرته اغلب الكوكا ومقشر واللي يبقى ماشي مشكل غادي نخلط معا واحد المعلقة صغرة ديال القرفة ومعلقة كبيرة ما عمرش جياس كاروتي يبقى حسب الطوق ممكن ما تديروش القرفة الى متى تناولوهاش غادي نخلطوش فتورة مهرمش في القياس ما غلدش بزاف ومرقيقش بزاف والزبدة دابت والنشا غادي نستعملو للطوريق شفتو معايا العجين بعد ما ارتاحت مدة ساعتين ممكن ساعة كيف اذكرت او خلي واحد اربعة سوية او خمسة لكن في التلاجة الى خلطوها غير ساعتين بحرات المطبخ ولا بيدخلوها اكتر خليوها في التلاجة ممكن حتى تبات الى بغيتو تبيتو العجين في البلاستيك في التلاجة لغضيتها تجبدوها تاخد حرار عادية المطبخ وتتخدمو بها بالنسبة لعدد الكويرات تحصلو على 12 الكويرة من الحاجم اللي شفتو معايا اي 12 الكويرة بالضبط ساعتينديرو الكريم باتي سير وكذلك ساعتينديرو الكريم باتي سير او طرب الكهربائي المهم ستصبح على شكل كريمة اللي ستساعدنا في الخدمة هاد الطريقة دائما اعتمتوها معايا في الكريم باتي سير بنسبل زبدو بتاحتها ولد شوية على شكل نوازي تضحي الدك الحليب تماما وغادي نستعن بالنشا اللي غادي نورقو به لكن ما نبلغوش تاني باش ما نكونوش بطاقة دائما فهدا الورقة هادي من اللي طيب ما غاديش تعدبكو نهائيا شوفو معايا الطريقة غاديت بتوتسر الحمول الجوانب هكذا في جميع الجيهات وبالنسبالي فتنورقو بحال هاد شكلتننديرو واحد شوي ديال نشامة ما بين كل وحدة وحدة باش ما تلسقش وتنأكد انكم ما تبالغوش هكذا في استعمال النشا شوفوا معايا الفوقعات اللي في العجين غزالا هاد العجين بزيف بزيف تعتمدوها انتم مغمضين عينيكم سواء الحاجات الحلوة او المالحة اكيد غادي نزول الفانيليا لابغينا نستعمل الحاجات للمالحة دائما تنصرح بحال هاد الشكل في الجوانب كاملين هكا وتنحط بكل سهولة هكدا تتوفر عليكم بزاف ديال الحاجات اللي ممكن تحبسكم انكم بديروا الوصفة غير الطريقة هكدا تنضموها وكل شي غادي يكون مزيان وغادي تحضروا بزاف ديال الشهيوات في وقت اللي ما غاديش يعدبكم بزاف بقاتلية غير كورة واحدة دائما باستعانة ديال النشا غادي نصرح صافيها نسالية للكويرات ما كينش حتى ربع ساعة غادي تصرحوهم كاملين شفتوا معي العاجلة ما تتقطعش نهائيا لانها مدلوكا زيان كدلك دول مكونات اللي فيها تيجعلوها انها تكون سهلة في الخدمة دائما تنغطي بلاستيك باش ما تكونش لي القشرة هنا اخديت واحد الوراق ديال الطاهي اللي غادي ساعدني من بعد اني غادي ناخذ هاد الاوراق ودي نحطوهم في المول اخترت اني ندير هكدا بلا مول في اللول غيب باش نختم على راحتي وتندهن بالزبدة لكن متى نبالغ شاني باش ما تجيناش حاجة تتقهم وحنا تناكلوها وغادي ندير الكوكا واللي تيعتنا واحد المداقة ديال البقلة واتجيزوينا الى ما بغيتوش كوكا وما تستعملوش كتفيو غيب لكريم باتي سير دائما تندهن تندير طبقات ديال كوكا وتندهن كدلك بالزبدة وتندير طبقات ديال كوكا حتى تنكمل ستا ديال كويرات بالنسبة لزبدة لخصتكم ممكن تدوبو هالي اني خصتني في الاخير ودوبت شوية باش كملت الطبقات ممكن تورقو هاد العجين غير بالزيت هكدا بحال طريقة ديال مسمى لكن تبعو الطريقة وتبعو النصائح هادي تحصلو على شي حاجة اللي رائعة هنا اخديت هاداك العجين ودرتوه في المول اللي قطر دياله 30 سنتين ماشي ضروري المول ديال الززاج غير مقلة تقيلة او اي مول عندكم اليمينيوم او اينوكس قادي الغارات من بعد غادي ناخد اه دهنت هاداك الى طبقات ديال العجين بالزبدة كدلك وما درتش كاوكا هاد المرة غادي ندير مباشرة الكريم باتي سير اللي غادي نسرحو بكل سهولة لان نطربناه مزيان وغادي نستمر غادي نوطع كدلك طبقات ديال العجين اللي غادي ندهن بالزبدة نفس الطريقة اللي شفتو معايا في الاول واحد طبقات ديال كاوكاو اللي محمرو من السم بالقرفة وبسكار ممكن تنسمو كدلك بسكار ديال الزهر اللي بغيتو ودائما شفتو معايا الزبدة الكيميال تنديرا ما تنكترش بززاف المهم خاص دارووري ندهنو الورقة غيما نبلغوش تاني بززاف شفتو معايا بقاو غير جوجوري خات عفوا وما تلاسقوش لاني ملو والمحكمة في العجين انها ما تكونش مرخية بززاف وتاني ما كترتش نشا بنفس الطريقة دي نستمرو اخر طبقات هي هادي ملاحظة ممكن تديروا هاد الكيميال ديال العجين وتحت عفضوا بها عفوا في المجمي تديروا هكذا بلاستيكا بين كل وحدة والوقت اللي بغيتوها جبدوها ديكونج لو خدموا بها تسبقها مزيانة عن تجربة ركنت قلت لكم هاد الفكرة في فيديوهات سابقة بنسبة العجين اللي قطعت من الجوانب ممكن ما تضيعوهاش غدي تحطوها هكذا باي طوية عجباتكم وتحطوه في الفران تقرمش هنا دهنت بالزبدة ضروري تدهن الوجه بالزبدة بلاش ما ندهنوش بالبيض غير بالزبدة تجي مقرمشها بحال شكل ديال بسطيلة وغادي نقسمها على هاد الشكل هيدا بحال كي تنقسموه الكيك او اي حاجة وبالنسبة الفران اللي هو اهم حاجة ضروري ما تيكون سخون بزاف تسخنوه على اعلى درجة تقريبا 2140 او 230 درجة من بعد غادي تدخلو الفاطيرة وغادي تخليه 1-5 دقيق على 200 درجة حتى تتنفخ 5 دقيق حتى العشرة حتى تتحسو بها تنفخات او تشمع العجين من بعد تتمهلو حتى 150 درجة بالنسبة الفور الكهربائي تتخليوها الطيب على خاطرها بالنسبة للرفتة الدراف بحال شكلها بالكيك تيكون في الوسط وبنسبة الفور الغاز كادك تتسخنوهم ازيان من قبل تدخلو وتخليونا رمتبوصة حتى تتحسو بالعجين بحالة تورقات عتى تتمهلو وتخليوها الطيب على خاطرها عتى تتهبطوها تحمر بالنسبة الفور الكهربائي شعلو غير من التحت عاد الفوق ضروري هاد العمليات ديال الطاهي إلا درتوها مباشرة فورانتي يكون مهنرا ما غادش تورقو ما غادش تعزوذوك الطبقات اللي ورقنا إلا درتوها كدالي كفور لي سخون ويبقى سخون غاد يطيب من بره وتبقى خضره من الداخل حنا خاصنا قاعدوك الطبقات يتورقو ويجيو مقرمشين صافي من بعد ما خرجتها وهي سخونة هكذا دهنتها بواحد شوي ديال المربة ممكن دخلوها حتى تبرد درت المربة ديال المشماش ودرت كاوكاو من الفوق ممكن تديرو الكوك اللي هو جوز لهند أو اللي عجبكم اللوز كذلك إفيلي أو ممكن تدهنوها بالعسل أنا ما توفرش ودرت المربة تدجي مقرمشاو وهديكلا كريم ما نقول لكم مش حال ديدة تنتمنى صراحة تجربوها بنفس المكونات اللي اعطيتكم ونفس الطريقة تنتمنى لكم دائما الأوقات ممتعة بسلام عليكم